في موضوع آخر نظمت سفارة الجزائرية في لندن منتدى الأعمال الجزائرية البريطانية الرفيع على المستوى حيث حضر اللقاء كل من وزير الصناعة فرحات أيت علي والأمين العام للوزارة البيئة وطاقة المتجددة إلى جانب رؤساء المدراء العامين سونة القاز وسونة راك وكذلك رئيس منتدى الأفسيو سامي عقلي ومن الجانب البريطاني حضر مبعوث الوزير الأول البريطاني إلى الجزائر المكلف بالشركة لورد ريسبي وكذلك السفير البريطاني بالجزائر ويعتبر اللقاء بداية سلسلة من الالتزامات في الجانب الاقتصادي بين البلدين